أهلا بكم مشاهدي قناة الأهلي مرة تانية أكيد كنت مستمتع بلقاء كابتن عبد الحميد حسن وضيوفه أكيد مستمرين في تخطيط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية الخاصة طبعا بالتصويت على لائحة النادي أكيد يعني زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي غلق السندي الخاصة بهذا التصويت طبعا يعني كل يوم تاريخي النهاردة لعضاء الجمعية العمومية ووجوده من النهاردة بكسافة يعني طبعا لسه الأرقام ما تم اعلانها من القضاء طبعا كان اشراف قضاء كامل موجود النهاردة في اللجان طبعا برئاسة المستشار الشريف حشيش رئيس اللجنة القضائية والمشرفة على عمومية الأهلي وأيضا المستشار هاني جباله نائب رئيس النيابة الإدرائية يعني اشراف قضاء كامل في كل اللجنة هكنا هنلاقي قاضي موجوده برائب التصويت أيضا يعني النهاردة يوم زي ما بقول لكم حافل وجميل جدا لأعضاء النادي الأهلي النهاردة بيجايين من الصبح من تسعة الصبح ويمكن في ناس جايين من سبعة الصبح خصوصا بقى والمنظر الجميل اللي كان موجود النهاردة هو وجود كبار السن منذ الصباح الباكر وده حاجة مميزة جدا ده بيدرب مثل في خوف أعضاء الجمعية الأمومية وخصوصا كبار السن لأن كبار السن عارفين يعني ايه قيمة النادي الأهلي عارفين يعني ايه من ألف تسعمائة وسبعة حتى الآن نادي كبير نادي عريق قيام كبير فبالتالي خفهم على النادي وان الهدف ان محدش يتدخل في شؤون النادي الأهلي ووجودهم النهاردة وتحفيز على الجميع على وجودهم والتسويت بشكل كبير ايضا سيدات النادي الأهلي واعضاء وعضوات النادي الأهلي ده بيدربوا ايضا مثل بوجودهم ووجود ابناءهم كمان معاهم ان هم بيكتمعوا مع بعض وبيتاجهم موجودين في النادي الأهلي فرع مدينة ناص عشان يدربوا مثل ايضا للسيدات دائما وباستمرار في جزئية الانتماء لهذا الكيان حب هذا الكيان وبيتدوج بشكل كبير لابناءهم أثناء وجودهم طبعا في النادي الأهلي النهاردة نجوم كبير النهاردة كانت موجودة في التسويت وكان موجودين النهاردة بشكل كمان تحفيزي لأعضاء الجمالة كابتن طهر أبو زيت نمع علي وزير طبعا طهر أبو زيت السابق وزير الرياضة السابق ايضا كابتن ابراع عبصامة كابتن شيف عبد المنعم كابتن سامير زاهر كان موجود ونجوم الألعاب الأخرى ايضا يعني كابتن حمد المصري عضو اللجنة الأولمبية وكان موجود النهاردة بشكل كبير ويمكن تتصرح بشكل كبير انه هو صوت ضد الليحة الاسترشادية عضو اللجنة الأولمبية خلي بالكو من كلم عضو اللجنة الأولمبية وعضو النادي الأهلي عضو جمعية العمومية النادي بشكل كبير صوت ضد الليحة الاسترشادية وصوت للجزئية أو صوت لللايحة الداخلية للنادي الأهلي فبالتالي الواحد مستغرب أول مبارح بنشوف رئيس الحكومة مهندس الشيف اسماعيل بيصوت ضد الليحة الاسترشادية الحكومة أيضا النهاردة عضو اللجنة الأممبية كتحمد المصر بيصوت ضد الله حل السرشة دي حاجة غريبة جدا يتعنوا ده إيه فيه إيه إحنا إحنا هنا النادي الأهلي فعلا بيدربوا المسأل كل الناس اللي جاتي النهاردة سواء بقالوا آه أو لأ بيدربوا مسأل كبير إن حب النادي الأهلي ده موجود الخوف عليه إحنا محدش هيدخل في شؤوننا إحنا هندير شؤوننا بنفسنا حاجة مميزة جدا النهاردة للعضاء النادي الأهلي أيضا زي ما بقول لكم النجوم الألعاب الأخرى كانوا موجودين وزي ما بقول لكم كبار السن والسيدات ضربوا المسأل النهاردة منذ البداية أنا ما أقدرش أقول لكم أرقام حتى الآن ولكن زي ما إحنا شايفين على الشاشة كان وجود مكسف للأعضاء أيضا غلق السندي كان من تسعة طبعا هم تدينا تسعة صباحا وغلقها فن باب التصويت الساعة سبعة وابتدى تشميع السنديق إن شاء الله لإعلان غدا إن شاء الله لكن خليني أقول لكم إن النهاردة يوم تاريخي للنادي الأهلي غدا إن شاء الله أيضا استكمالا لهذا اليوم يوم تاريخي يومين تاريخين للنادي الأهلي إن شاء الله اللايحة دي أنا زي ما أقول لكم بعد الأندية بعد كده هياخدوا هذه البنود ويحطوها في لائحة أم الداخلية إذا كنا معترضين إحنا كأعضاء في بعض البنود اللي موجودة ومش يعني زي ما بنقول ممكن ما تبقاش عجبانة وممكن ما يبقاش فيه أجوز ممكن مش عجبنا فيه عندنا قدرة إن إحنا نجتمع مرة أخرى ونغيرها ولكن بنفسنا محدش يجبرنا على شيء محدش يديرنا من بعيد إحنا اللي بندير ندينا بنفسنا خلينا أقول لكم إن النهاردة